سعادة السفير تورال أنار عوغلور زايف سفير جمهورية أذربيجان سيد الرئيس متشرف بتسليم الأوراق والإيتماد بصفة سفيرا فوق القادي مراسم تقديم أوراق اعتماد صفراء جدد إلى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية سعادة السفير خوان باوتستا أرياس بلاسيو سفير الجمهورية فينزويل البوليفارية سيد الرئيسي أنا سعيد جدا بتواجدي بالجزائر تحادت مع سيد الرئيس عبد المجيد تبون وقدمت له أوراق اعتمادي كسفير فوق العادة لدولة فينزويلة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سوف نعمل على تطوير العلاقات في عدة مجالات التقاوية منها التجارية بين البلدين ومجالات تعاون أخرى سنعمل أيضا في إطار ورقة طريق مجموعة دول عدم الانحياز التي تضم دول أمريكا اللاتينية دول الكرايب ودول إفريقية الشيء المهم هو العمل على تطوير بلدين وإدماج دول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية في إطار مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الرقي بشعوبنا قدمت لفهمته أوراق الاتمات سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية الأزربيجان لدي جمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية يجد بين بلدين شقيقين فرصة جيدة فرصة طيبة لتطوير علاقات سياسية اقتصادية ثقافية تجارية علاقات بين بلدين علاقات بين شعب الجزائرية وإزربيجانية جزائر بلد جميلة جدا وإزربيجان بلد جميلة جدا بي هذا السبب يجد انكانية لتطوير علاقات سياحية كان لي الشرف بتقديم أوراق اعتمادي لسيد رئيس الجمهورية تطرقنا للعلاقات التنائية بين الجزائر ودولة الشيلي مهمتي بالجزائر هي تكريس هذه العلاقة وإيجاد سبول وميادين جديدة للتعاون خاصة وأن بلدين يتقسمان نفس الرؤى فيما يتعلق بالمسائل الدولية نعترف بأن الجزائر دولة محورية في المنطقة وهو بلد جد مهم على الساحة الدولية وعليه فإننا نعطي أهمية كبيرة للصداقة التي تجمعنا بالجزائر